وإلى الشأن السياسي العراقي بحث رئيس جمهورية برهم صالح مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان دور القضاء خلال الانتخابة المبكرة وضرورة توفير مسلزماتها التشريعية واللوجستية كافة وفق مبدأ نزهة وشفافية ومنع تزوير وتلاعب ويحقق التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثلهم بعيدا عن عناية تأثيرات أو ضغوط وذكر المكتب الأهلمي لرئيس الجمهورية في بين الله أن الجانبين جدد أعلى ضرورة التعاون بينهما في إعداد القوانين وتشريعات التي تصب في تنفيذ العدل وإحقاق الحقوق تعزيزا لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين